اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس على خطم الزراوي والزياش ثلاث مواهب هولندية تقترب من المنتخب المغربي تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التحرك في الكواليس من أجل الفوز بعدة مواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة تمهيداً لضمها للمنتخب المغربي ويملك المغرب مخزوناً رهيباً من المواهب المولودة في أوروبا والتي تنشط في معظم الدوريات وبصفة خاصة في بلجيكا وفرنسا وهولندا ونجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طوال السنوات الأخيرة في خطف عدة مواهب سبق لها أنمثلت منتخبات أوروبية في الفئات السنية المختلفة وفي هذا الصدد ضمت تشكيلة المنتخب المغربي التي شاركت مؤخراً في نهاية كأس العالم قطر 2022 أربعة لاعبين مميزين سبق لهم أنمثلوا منتخبات هولندا للفئات السنية وهم نصير مزراوي وحكيم زياش بجانب زكري أبو خلال وسوفيانام رابط ونكشف لكم عن ثلاث مواهب وعيدة تنشط في هولندا مرشحة بشكل كبير للإندمام للمنتخب المغربي اللاعب الأول هو محمد التعبوني لاعب الوسط المهاجم والذي سبق له تمثيل جميع منتخبات هولندا للفئات السنية غير أنه ما زال بإمكانه تمثيل منتخب المغرب طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللاعب الثاني هو الظاهر الأيصر أنا الصالح الدين والذي يلعب خلال الموسم الحالي مع ناديت فينتي على سبيل الإعارة قادماً من آيكس أمستردام وسبق لهذا الأخير أن متل جميع منتخبة هولندا للفئات السنية وما زال بإمكانه والآخر تغيير جنسيته الكروية من هولندا إلى المغرب الموهبة الثالثة هو المهاجم سليمان علوش والذي يلعب لفريق رديف ألكمار وشارك في 15 مباراة ضمن منافسة دور الدرجة الثانية في هولندا أسام خلالها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل بلاغ عجل الملك محمد السادس يهزو المغرب ويوجه رسالة لا تصدق على زكري أبو خلال بعد الهجوم عليها وجه الملك محمد السادس رسالة رضا وتنويه وتقدير لللاعب الدولي بالمنتخب المغربي زكري أبو خلال على المستوى الذي ظهر به في موندي القطر رفقة زملائها ومما جاء في رسالة الملك يطيب لنا أن نتوجه إليك بأحر تهانئين على المصر المتألق الذي حققته مع فريقنا الوطن خلال نهائية كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر الشقيقة ببلغ الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في هذه التظاهرة الكروية العالمية وأضف ملك البلاد في رسالتها ونود بهذه المناسبة أن نشيد بمساهمتك المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير وسيحتفظ التاريخ بالهدف الرائع الذي سجلته في المباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي والذي فتح باب التأهل أمام المنتخب الوطني وأضف الملك كما نعرب لك عن تقديرنا لما تتحلى به من التزام وانضباط ومن تشبت واعتزاز بالانتماء لبلدك المغرب وحرس على تمثيله في المنافسات الدولية فضلاً عما تتوفر عليه من مؤهلة تقنية وما تتميز به من احترافية وتنفسية تفتح أمامك آفاقاً واسعة للمزيد من التألق والعطاء كما جدد التأكيد على سبغ عطفه ورضا على اللاعب المغربي الشاب حيث قال في رسالتها وإننا لنعبر لك عن سبغ عطفنا وموصول رضانا داعين الله تعالى أن يهيمك موصول التوفيق في مصارك الرياضية احتفاء ديبلوماسي كبير بالصابيري بعد تألقه مع الأصود في المونديال ندمت قنصلية المملكة بفرانكفورت حفلة كريم على شرف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عبد الحميد صابيري وذلك على خلفية تمكن أصود الأطلس من بلوغ المربع الذهبي في كأس العالم لأول مرة بالنسبة لمنتخب عربي وإفريقية وذكر بلغ بالتمتيلية الديبلوماسي أن عبد الحميد صابيري الذي كان مرفوقا خلال هذا الحفل بوالديه وأفراد من عائلته المقيمة بفرانكفورت الألمانية يلعب في مركز الوسط بنادي السامدوري الإيطالي وتلقى تكوينه الرياضي في ألمانيا حيث لعب لفائدة مجموعة من الأندياء وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة قالت القنصل العام للمملكة بفرانكفورت بوتين الكردود الكلالية إن من بين أهداف هذا الحفل تسليط الضوء على التجربة المتميزة لعبد الحميد صابيري كنموذج حي للعطاء وروح الموطن والولاء والاعتزاز بالانتماء للوطن مما يجعله قدوة حسنة للشباب وللأجيال الصعيد المغربي داخل وخارج أرض الوطن وأشرت إلى أن هذا اللقاء هو أيضا فرصة لاستحضار الدروس والرسائل الإنسانية الرائعة التي يمكن استخلاصها من الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني خلال نهائية كأس العالم بقطر أي الإيمان بالحلم والطموح والعزيمة وأهمية العمل كمجموعة وروح الفريق والإنسجام وأهمية الترابط الأسري والبير بالوالدين من جهة عبر اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري عن مدى اعتزازه وفخره بالمساهمة في الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم مستحضرا شرف الاستقبال العظيم الذي حضي به رفقة زملائه من طرف صاحب الجلال الملك محمد السادس والذي سيظل راسخا في ذكرته ووجدانه إلى الأبد كما أكد أنه بدل قصار جهده لتمثيل المغرب أحسن تمثيل وتشريفه في هذا المونديال مشيرا إلى أن المنتخب المغربي بمشاركته المتميزة كان مثالا يحتدى بها على المستوى العربي والإفريقي وأضاف أن رسائل التي تم بعدها والإشعاع الدولي الذي حققه المغرب بفضل هذه البطولة الكروية العالمية تعد أهم إنجاز على الإطلاق لفتا إلى أن وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم ينبغي أن يشكل لكل مواطن المبعث فخرين واعتزاز واطن مصابير هذه المناسبة لتوجه نداء لكل اللاعبين الصعيدين من أصول المغربية بأن يضعوا نصب أعينهم حلم اللاعب في صفوف المنتخب المغربي مشددا على أن حمل القميس الوطني المغربي لا يضهي أي قميس آخر حتى لو تعلق الأمر بأقوال أندية الأجنبية وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن تنضم مستقبلا إلى الفريق الوطني المغربي عناصر أخرى من ألمانيا علما أنه كان اللاعب الوحيد القادم من هذا البلد وتميز هذا الحفل بحضور أبطال عالميين ولاعبين السابقين في صفوف المنتخب الوطنية كيوسف مختاري وعبد عزيز أحنفوف وعزيز بحدوز وميمون أزواغ وفيصل بن طالب البطل العالمي والأولمبي فرياضة تيكواندو وعرف هذا اللقاء كذلك مشاركة مجموعات من لاعب كرة القدم الشباب من أمثل اللاعب المغربي مهدي اللون الذي أمضى عقده الاحتراف الأول مع نادي أنتراخت فرانكفورت الألماني الذي سيمتد إلى غاية يونيو 2025 وكذا أكرم عياد الذي يبلغ من العمر 15 سنة ويلعب بنفس النادي